اشتركوا في القناة كل سنة بتلبك انا وهم ساوي العيد لانه ما بكونهم حضرة وبنحجيق هالمرة قررت تحضير قبل بوقت هون بلشت بعجينة الاسبانيغ حشبة الاسبانيغ اول شي حتت ملحها الاسبانيغ لتنزل ميتهم كلهم لانه ما بيصير يكون فيها ماي وبلشت عصورهم بهالطريقة بيدي على جنب فرمة بصل حتت البصل من فوق الاسبانيغ من بعد ما عصرتهم منيح ومن بعد زادت ملح زادت صماء وكمان زادت دبس الرمان في منهم بيحبوا يحطوا حامود انا اكتفت بدبس الرمان وكمان حطت رمان واذا عندكم جوز حطوا جوز بتطلع كتير طيبة وعوجها شوية زاد زيتوم ما من كثير زاد كرمال العجينة تقدر تسكر معنا وكمان هون ازا عندكم مناسبة او عازمين حضا على ترويئة او اي شي هولي بيانقذوكن في منهم اسبانيغ بطاطا وجبنة تاني خلطة كان ها اعمالها هي خلطة البيتزا هولي المكونات اللي بحطون بقلب البيتزا في منهم بحبوا يحطوا المكونات كلها فرش انا بحب قلبهم تقلية خفيفة عالسريع بلشت قلب بصل، توم، فلايف الملونة، فطور، دورا والباندورا اشرتها وفرمتها شوي وحطت ملح حطت سلسط الباندورا وحطت كمان اوريغانو وقلبتون هيك عالسريع متل ما شايفين ثالث خلطة حضرتها هي خلطة الفلايفلة في الطاير الفلايفلة التركية وعفكرة بسوريا بيعملوها كمان بيقولولها محمرة بس انا حسيت الطريقة بتختلف هيدا الطريقة جربتها مرة منشي اسبوعين تقريبا مكتير حبيتها اول شي قلينا بصل وتوم بيزاة الزيتون من بعدها حطت الأوريغانو وحطت سلسط الفلايفلة وبدأت تقلبهم وكمان حطت ملح وبهار احمر فيكنوا تحطو حار فيكنوا تحطو عادة ولمما يخلصوا منزيد عليهم السمسم وهون كمان بلشت حطير البودينج والتشالو وكل شي قبل بنهار لهم تعرفوا لازم يجمض وكل ما جمض بيكون اطيب بلشت بلتر حليب وكباية سكر ورجعت زدت عليهم ثلاث معالق ناشا كبار واخر شي بس يقربوا يجمضوا زدت زرف فانيلا هايدي كانت البودينج بالفانيل وكمان عملت متلى على شوكولاة نفس الطريقة بس اول شي مع الحليب زدت ثلاث معالق كاكاو كبار خلشت سبهم بهالطريقة بالكبيات باسكوت بودينج فانيلا وفوق بودينج شوكولاة فيكن تعملوا نفس الطريقة وبدل ما تحطوا طبقة الشوكولاة فوق تحطوا ججال وفوقه كمان هيدا فكرة هون صارنا جاهزين وحاضرين لعيد الميلاد بس باقي تاني يوم بلش اعمل العجينة من بعد ما خلصت توشت المطبخ والاكل هون صار لازم روح شوف الزينة هيدا المحل محل كبير اسمه الحلبي عنده شوف فيه براسكم ممكن تتخيلوا وبتلاقوا عنده من زينة مناسبات للاغراض اللي ممكن تستعملوها للأكل لكل شي بيخص المناسبات يعني مش بس زينة صحون كبيات جطاط للاضيافة كل شي ممكن تتخيلوه حتى المطاعم اللي بتستعمل كاراتين كرمال الدليفريو هيكي كمان عندهم هول العلب بتاعه للبيرجر والبيتزا والذل الاشياء ومن بعد كل تعب هيدا نهار رجعت بالليل ولازم كنتبلش بالزينة لانه ملحة لحيق تاني نهار اشتغل بالأكل وزين وهيدي كانت النتيجة النهائية تاني نهار الصبح اول ما فقت ركبتها كلها انا وجوزة ظلت نتيجة قبل بنهار للساعة 4 الصبح وهون كانت غلطت الشطر البألف لما الوحد يعجق حاله بالمطبخ ويعد يحضر كل شي عقيده بس شو بدي اعمل صايرة معا محب الاكل برا فقررت اعمل كل شي عقيده واخر الشي تعبت كتير وشوفه مبين هلأ من صوري بالفيديو وهون قررت انه انا ما بق عمل شي بيدي ابدا لانه الولاد وزينة واكل وكل هولي وانا لحالي عم بعملون عن جد كان كتير شي متعب علي فكرت ازا ححضر قبل بنهار لحيقدر لحي وخلص على الوقت بس للأسف اجو العالم وانا كنت بعدني بالمطبخ عم بشتغل وياللي صار انه انا عمل هي بالعجين وبالفرن وعم راقي بالمعجنات ما يحترقوا مصطفى طالع على الكرسي بالمطبخ وقعد عم يأكل البيتزا بدون ما اشوفه هذا الشي خلاني ارجع عيد البيتزا من اول وجديد والعجين من اول وجديد والحمد الله كان عندي بعد عجين حشوة والحمد الله ما خلصت هون الحفلة وخلاص لا العالم راحت وانبسطه واكله كل شي والولاد انبسطه وصاحبة العيده انبسطيت وفاته نامه بس انا عندي بعد شي ساعتان بنجلي وتعزيل فقعدت اجلي ونظفت المجلة كل اياتها واخر شي الارد كان لازم تنشطه ما بتتأجله تاني يوم بس وين المشكلة انو انا ما عندي باللوعة بالمطبخ فالشاطف كله بدو يمشي بكل البيت ليروح على الحمام وقلت يلا حيدي فرصة لا ينضف كل البيت بنفس الوقت حابة اسمع رأيكون حول الزيني وكل شي ياريت كتبولي بالكومنت كومنت حلوية متل ايكن وانا وعم بشتوف ومدموجة وقرى بتخلص كانت بقلي شي نص ساعة تقريبا ومبخلص شغل بدق جاوزة بقلي شعم تعملي قلت لولا عمشتغل وهيك اما قل حضر حاليك حاجة اختيك معظومين على العشاء فبالرغم من تعب وهيك بس انو حبيت اظهر وغير جاو لانو كانت عجد كتير تعبانة وبحاجة لشمها ونضيف ليكو هون البشارة اللي كبالي هون مصطفى بالارض فهون صرت عجل قدمة فيي خلصت شاطف واصلا كنت لبسة صراحة اظهرت بتيابة ما جدت الميك اوب مع انو كان كتير وجه تعبان بس خلص بدي اظهر متل ما انا البسة جاكتة وحملت حالي ورحنا يعني عالاخر لحظة اجا جاوزة قمت بعدني خالصة كل شي شاطف وكل شي اخدني ورحنا نحنا ممنعرف قيمة اهلينا الا لما نكبر عن جد قد الاهل بيتعذبوا ليشوفوا ولادهم مبسوطين يعني انا عملت كل هيدا كرميل بس ولادي يكونوا مبسوطين وهون كان العشاء بقلب خيمة قاديين كان برا كتير سقعة بس عن جد كانت قاعدة كتير حلوة وغيرت جو ها المطعم اسمه سيلفيلي عطريق الكلو كان جد لقمتوا طيبة وقاعدتوا كتير حلوة وهون حبيت اعرض لكم شوية صور من عيد الميلاد لاحظوا وجه قدت تعبانة بس المهم انه بنوتي مبسطيت وصار عمره تسح سنين وبتخبركن على الكيك بعدت له صورة وعملت لي نفس الصورة على قد وشو ما بخبركن على الطعم يشو طيب كده بتلكم اسمه بتعملو رعفو له على الانستغرام وبتمنى لكم يوم سعيده بل کنگيرش روزي